اهلا بكم كل التقرير الاقتصادية سواء المصرية او الدولية بتشير الى ان معامل التضخم اللي هو بشكل مبسط ارتفاع الاسعار في طريقه الى الانقفاض وان مصر الان بتسجل اقل معدل تضخم منذ عام 2010 طيب ايه معنى ان التضخم اللي هي ارتفاع الاسعار في حال التراجع ده عندنا يوم الخميس القادم يوم 14 نوفمبر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اللجنة دي مهمة اوي بتعمل اجتماعها تقريبا مرة كل 6 اسابيع وبتحدد فيه اسعار الفايدة يا طرى يا هل طرى نزود الفايدة نسبتها نقل لها اللي هو العائد على الودائع يعني لو انت رابط شهادة مثلا ب15% لو البنك المركزي نزل 2% فالبنك يروح منزل 1% كده يعني ما بينزلهاش اطمس على طول البنك المركزي ده اللي خلى العائد 20% لما الدولار قفز من 8 جنيه 88 قرش العشرين جنيه وكان هدف البنك المركزي يلم الفلوس من بره من السوق يعني طيب البنك المركزي خلال الفترة القليلة الماضية تقريبا الشهرين نزل العائد على الشهادات وعلى الفوائد يعني قل للفايدة 2.5% كل التقارير المؤسسات المالية اللي مهتمة بالاقتصاد المصري شايفة او تتوقع او تتنبأ ان البنك المركزي في اجتماعه القادم هيخفض الفايدة 1% بيسموها بلغة الاقتصاد 100 نقطة اساس اذا الفايدة هتقل فيه تقدرات دولية بترى ومؤسسات مالية ايضا مصرية ان خلال 6 شهور من الان ممكن الفايدة تتراجع كمان 3% لان التضخم بيقل ده معنى ايه؟ معنى ان اللي رابط شهادة او اللي هيربط شهادة بمعنى اصح اللي عنده ارشين في البيت عايز يروح يعملهم وديعة هيلقى العائد في حدود 10-11% العائد النهاردة في البنوك الحكومية فقط الاهلي ومصر والقاهرة 14.4% يصرف شهريا على الشهادة السلسية لمدتها 3 سنوات لكن العائد فيه بقية البنوك كلها اللي هي القطاع الخاص بيتروح من 11.5 لـ 12.5% ده معنى ان البعض مع كل الفايدة ما هتتراجع يفكر كمواطن بقى يقولك لا الفلوس في البنك كده ما بقيتش جايبة همه لو انا حاطت مثلا مثلا 100 ألف جنيه هيجيله 10 ألف جنيه لا ياعم يفتح الله اللي حاطت مليون جنيه هيجيله 100 ألف جنيه 110 كل واحد بقى وعلى ما اقترته طيب الناس بقى اللي معاها فلوس في البيوت وعايز اقول لكم ان الناس دي كتير قوي اللي معاهم فلوس حطنا في البيوت ناس كتير قوي مش عارف ليه بس المهم هم حطين فلوسهم في البيوت هيعملوا ايه دلوقتي اللي عندهم عنصر اغراء يحطوا فلوس في البنك هو كان فيه اغراء اكتر من 20% والناس اللي عاطين في الفلوس في البنوك وعائد الودايع هيقل هيعملوا ايه هل هنا احنا داخلين على ظهور مستريح جديد انا حابب الفة انتباه الحكومة لده لان مثلا امبارح كان فيه خبر اريته اندهشت له محافظة الفيوم من واحدة من المحافظات العشر على مستوى الجمهورية الاكثر فقرا ماشي فيه تدني كبير اوي فيه الدخول وهتلاقي معظم الجمعيات الخيرية في القاهرة بتهتم اوي بمحافظة الفيوم علشان تعمل لبعض اهلين الغلابة في الفيوم اسقف بدل اسقف البلاستيك اللي موجودة والخشب معناها محافظة فقيرة فيه خمس سيدات خمس سيدات من محافظة الفيوم عمرهم من خمسة من خمسة وربعين لستين سنة راحوا لستة تجرة فاكهة ادولها مليون وربعمائة الف جنيه يعني تقريبا كل سيدة من الخمسة كان معاها تلتمائة الف جنيه في بيتها طب ادوها ليه تجرة الفاكهة علشان تستسمرهم ليه وقالت لهم انا هديكوا عائد حلو ما متوسطه يعني اربعين في المية في السنة يعني كل تلت شؤور هديكوا عشرة في المية طبعا تجرة الفاكهة دي واحدة نصابة لان دايما امام كل طماع نصاب وامام كل النصاب ايضا طماع فخلت الفلوس ودحكت عليهم وما كان منه من الخمس سيدات الا انهم راحوا النيابة وبالقوا عنها هنا بقى عايزين نقول ان احنا عندنا مؤشرات كتيرة جدا نفهم ايه من القصة دي الرقم واحد ان فيه فلوس في البيوت وان فيه ناس كتير معاها فلوس مش معنى كده بقولك الشعب ما فيهوش جزء غلبان لا انا بكلم ما انت امام ميت مليون مش كلنا اخواننا درجة واحدة وطبقة واحدة فيه ناس شديدة تسراء فيه ناس مش لاقي اتاكل فيه ناس معاها فلوس فيه ناس ميسور الحال ربك بقى وكونوا لكن ده معنى ان فيه فلوسها موجودة في اقصر المحافظات فقر او واحدة من اقصر المحافظات فقر اللي بيتحرك في هذه الفلوس او سيدات وليسوا رجال معرفش فين ازواج السيدات دي المبلغ اللي بتحركوا بيه كبير ليس بالقليل مقارنة بالظروف حاجات كتيرة جدا كل واحدة مطلعة 300 الف جنيه واحنا عندنا مثل مصري يقول لا مش مثل حكمة كده دي طلعت 300 الف تستثمرهم يبقى اكيد ركن على جنب مية امتين ومحدش هيغامر بكل فلوسه ده معنى ايه لو انت وسعت الكلام ده ولفت محافظات مصر ولقيت ملايين متلتلة في البيوت او ناس بتفكر تستثمر معنى ان فيه فلوس لكن لا يقابلها اوعية ادخارية مغرية تستوعب هذي الفلوس مفيش مجالات استثمار زمان انا وانت وكل المصريين كان يقولك الاستثمار الامن العقار فانت تحط لك مية وخمسين متين الف خمسين الف فكر اسعار العقارات في التسعينات وبداية الالفية وبعد سنتين ممكن تكسب لك عشرين ثلاثين في المية اربعين في المية تقول جبرت يلا نبيع الشقة النهاردة لا النهاردة اي فلوس انت تحطها في عقار مفيش ضمانة ان انت تسترد نفس المبلغ اللي انت دفعه مش العائد بتاعه لان هناك حالة ركود عام في العقار في بلده هناك حالة من حالات الكساد في العقار دفعت بعض الشركات او غالبية الشركات العقارية انها تبيع على تمن وعشر سنوات اذا انت او انت يا حكومة امام مجتمع في بعض مواطني وهم كثر يعني مش قليلين معهم اموال طائلة في البيوت لكن ايضا نفسهم يستثمروا مش لقين اوعية هنا لازم يأتي عقل مفكر عقل يفكر ويقول كيف نمتص هذه الاموال السائلة ثم ايضا على البنك المركزي ان يراجع حساباته هل يا طرى يا هل طرى لو خفض الفايدة تأثير دا ايه على الناس هل الناس هتبدأ تفكر تكسر شهادتها او يا دا وديح او تقولك لا يا عم انا الرابط دا مش هيوفي معايا طب الناس دي لو طلعت فلوسها حيروحوا فين طبعا انا مش معنى كده بقول للبنك المركزي وصل للفايدة العشر في المية زي ما كانت لا كان الله فعونه لان ارتفاع الفوايد على الاقراض والكلام دا دا هيعمل كرسى للاقتصاد المصري كرسى غير عادية الكل هيحطوا فلوسه في البنوك ومش هيبه فيه انتاج هديجي تقول لي حيارتنا يا خير يعني نحط فلوس ولا منحطش فلوس يا سيدي انا بعرض لك جوانب الصورة انا قلتلك انا مش خبير اقتصادي انا بس بفكر معاكم بصوط عالي في ناس معاها فلوس عايزة تستثمر لكن لا توجد لديها او اي استثمارية فبينتج عندها يظهر نصبين اللي هم المستريح ورغم حالات النصب المستمرة بقى لها سنوات والاعلام بيتكلم عن الف مستريح ومع ذلك لا تزال فئة من المواطنين مصررة تحط فلوسها عند المستريح طيب في فئة تانية يا سيدي بتقولك انا مش هحط فلوس عند المستريح انا راجل زكي وفاهم اقتصاد ودول شوية نصبين لكن ايضا سعر الفائدة اللي موجود في البنك لا يغريني مثلا ولو البنك المركزي خفض واحد في المية في الخميس القادم مثلما هو متوقع يعني وحيخفض كمان اتنين تلاتة في المية في الربع الاول من العام القادم لا الشغلانة كده مش هتبقى جبرة معايا ايه هو بقى التفكير اللي انفكروا كحكومة هل ممكن هل ممكن وانا طرحت الفكرة دي مرتين تلاتة لكن للأسف لم اجد تعقيب من المسؤولين في الحكومة لم اجد احد يعني يتلقفها او يفتح بعانا حوار هل يمكن يعني عمل شركة او اكتتاب عام لمواطنين مصريين ان احنا نعمل شركة يكتتب فيها الملايين وهذه الشركة تستحوز على اسهم بعض شركات الجيش اللي هتطرح في البورسة في القريب العجل هل هذه الشركة تقدر تعمل مصنع السيارات المينيفان اللي هنستبدل بيه سيارات التوكتوك يبقى ضمان ربح عالي جدا يعني انا بفكر مع الحكومة ازاي نوجد اوعية جاذبة جدا للمواطنين لان الفلوس اذا تخزنت في البيوت ده هتبقى كارثة يعني يعني انا نفسي مثلا حد فيه مكتب السيد رئيس الوزراء المحترم دكتور مصطفى مدبولي يعمل رصد لاخر مثلا سنة حوادث المستريح دي واللي هي شركة افراد بيتلقوا اموال يقولك بنوظف اموال يشوفوا الدنيا راحة فين لان ده جزء من المجتمع اللي احنا عايشين فيه احد مدراء البنوك حكالي ان جاله شخص وقال له انا عايز اشتري فيلا في احد الكمبوندات الشهيرة في السحل الشمالي كانت قرابة الستاشر مليون جنيه بقول له طيب الفلوس في حسابك ما يوفيش الكلام قال لي طلعلي شنطة صفر كبيرة جدا مليانة دولارات وجنهات الراجل ده من محافظة الشرقية قال له المبلغ ده كله حطه فين قال له في بيتي ستاشر مليون جنيه ستاشر مليون جنيه قال له مش غريبة قال له من ساعة الصورة وانا عملت كده قال له في زيك قال له زي كتير انا عايز اللي زي ده ومدير البنك بيحكي لك قصة دي على مسؤوليته لا انا عايز اطمن الناس دي وعايز اقول لهم حط اموالكم في البنوك ده امان وعايز اغريهم باوعية دخارية جديدة ايه هي معرفش انا في الاخر بقول انا مش خبير اقتصادي ثم ان انا علي اطرح فكرة ما مشروع ما مربح للدولة للافراد وايضا ليه المودعين دول والمكتتبين فيها مصر لا يزال مواطنين فيها حطين فلوسهم في البيوت لا لازم نطمن الناس دي ونقول لهم ودي حقيقة الجو العام مطمن الامان متوفر في بلدنا لاقتصاد المصر جيد وقوي ده بالعكس بقى ده احنا عدينا السبع ثمان سنين العجاف اللي كانت الدنيا فيها بايزة لكن مين اللي هيلقت الفكرة من المصر فاندي ويبدأ يشتغل عليها ويطورها ازاي الحكومة ازاي الحكومة لا تتوقف امام حالات المستريح الكتيرة المنتشرة في مجتمعنا لازم نبحث عن هذه الظاهرة لماذا لا نسق او البعض مننا لا يسق ولا يقتنع بالعائد هديك يتقول لبا في ناس طماعة احنا ملنا يا سيدي الطماعة يلبس في الحيط بس انا بقول لك حالة مثال واضح وهو مدير مدير احد البنوك اثق في كلامه بيقول لك واحد جاب لي شنطة صفر فيها 16 مليون جنيه التجار اساسا ما بيحطوش فلوسهم في البنوك جميع التجار تجار الجملة والفاكة لا شيك مين يا ابا يشيل الشنطة كده الفلاحين بيشتروا ويبيعوا الافدنة الزراعية والقراريت الزراعية مش بشكات انا وانت ممكن نتعامل بشيات الفلوس دي كلها خارج الجهاز المصرفي للدولة كيف تدخل انا بس ببعت يعني فلاشر زي العربية كده للبنك المركزي وهو رايح القميس الجاي طبعا الحكومة تزعل من كلامي لان الحكومة تتمنى ان البنك المركزي يخفض الفايدة واحد في المية كمان ده يوفر لها 40 مليار جنيه كانت هتدفعهم فوائد على قروضها البنكية بعض المستثمرين اللي عايزين يقترضهم البنوك هيزعلوا من كلامي لان الفايدة تشب في صالحهم بس ايضا في مدعين وارامل واللي عندهم كافت ناية خدمة وكان ناوي يحطها في البنك يعني بس عايزة اقولك في المقابل اذا تراجع التضخم لهذا المستوى اللي احنا بنعيشه والفايدة وصلت لعشر وحداشر واثناشر لا يزال الرقم مغري اصل انت ممكن تاخد العشرين في المية والاسعار في البلد تلتهمها كلها لكن نهارده عندك الاسعار في حال التراجع وحتى الفايدة لازم تبقى برضو في علاقة ترضية تتراجع انا كل هدفي الاتي واحد انه كل المصريين يدعو اموالهم في البنوك نحن نتعامل مع اقوى جهاز مصرفي في المنطقة عايز اقولك فيه بنوك في اوروبا وامريكا لو ربطت عندهم انجاز تعبير الربط يعني شهادة ولا وديعة بيديك عليها سالب سالب يعني ايه لو حاطت مثلا مليون جنيه تستندهم تسعمية وخمسين تسعمية وسبعين يعني فاهم البنك يقولك لا انا مش هشيلهم عندي كتر وفي ودايع النهاردة او شهادات او اموال تحطها في البنوك العائد صفر مدلكش عائد علشان كده غالبية المستثمرين الاجانب بييجوا على مصر عشان يحطوا فلوسهم هنا في ازون الخزانة بالارقام دي لكن طالما عندنا قطاع العقارات مش كويس ما بقاش مغري زي الاول البرصة زروفها مش قد كده الدهب متقلب لازم كحكومة تسأل نفسها طب المواطنين او المصريين هيحطوا فلوسهم في ايه هو ده السؤال ما انت قاعد في المجتمع الكل انت مش متفكر لوحدك ده شعب برضو ليه دماغ تاني خالص اتمنى اتمنى ان اقتراحات دي تجد بعض الاهزان الصغية في حكومة بلدنا ويرجعوا لقصة خمس سيدات في الفيوم اودعنا مليون ونصف المليون جنيه لاحدة السيدات سميها بقى المستريح في الفيوم ظاهرة المستريح لن تنتهي في مصر هروح لخبر مهم الاعلان الاثناشر على الاسكان الاجتماعي شوى تسعين متر تلت اوض وصالة يعني حاجة زي الفل كده تم النهارده الاعلان ان بكرة هيتم اداع الاموال او جدية الحجز في البنوك بمقدار اربعتاشر الف جنيه ومصاريف ادارية مية وخمسين جنيه لترد هتدفع اربعتاشر الف جنيه للشقة التسعين متر تكلفتها مية سبعة وتسعين الف جنيه كاش لكن لا يتم دفع المبلغ كاش لان انت لو معاك الميتين الف الحكومة لانت اتعامل معاك ان انت محتاج وبالتالي احنا عايزين نقول ان من بكرة فتح باب الحجز للاعلان الاثناشر للاسكان الاجتماعي ودايما بقول في المصر فاندي فرصة لانت تكرر لكل مواطن مصر تنطبق عليه شروط حجز الاسكان الاجتماعي من سن واحد وعشرين لسن خمسين لانت جدها مرة اخرى تسعين متر متشطاب بعض بيقابلني كده ويشتك بيقول يا خير استلمتها طلعت 76 متر بقول له زي الفل احمد ربنا يعني مش هتتكرر مقارنة بالاسعار اللي انا لقيها في السوق خدها يا عم وسدد وربنا بقى يكرمك على الال ثلاث قوة حتى لو القوضة صغيرة بس احسن من ايجار النهاردة الف ونص والفين معي على التليفون مهندس عمر خطاب المتحدث باسم وزارة الاسكان مساء الفل مهندس عمر مساء نور يا فندي مستوى محمد اهلا بك عاوز اعرف من بكرة زي ما اعلن السيد وزير الاسكان يعني بدء التعامل على الاعلان الاثناشر عن الاسكان الاجتماعي دينا تفاصيل احنا والسادة المواطنين اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المواطنين يعني ان شاء الله احنا بنك تاريخ البدء ان شاء الله الاثنين اهداشر اه افروم التعاشر لحد ان شاء الله 12 ديسامبر افروم التعاشر هيبدأ كل المواطنين بما فيهم كمان ان شاء الله دوائه احتياجات الخاصة انا بأكد على الجملة دي لان احنا كنا افرادنا الاسبوع الشابق لدوائه احتياجات الخاصة وامتحدي الاعاقة فقط للتقديم افرادنا لهم اسبوع بدري عن الاعلان وان شاء الله من بداية من غدا بإذن الله كل المواطنين اه التقديم حركة احنا طبعا فيه نظام اه حطناه علشان نتلاشي عملية التزاحم اه المواطن بيشتركوا راسة الشروط وبيسجل فيها بتسجيل بياناته وبيعمل استمارة وبيحط معاها جميع الاولاق المطلوبة وسورة بطاقته الاولاق المطلوبة ويرفقها وبيحطها على نقل الالتروني ما بيحتاجش يروح مرة تانية او تالتة علشان يقدمه كلام اللي هو بيقدم وبيرفق معاها اصار سلاة مبلغ جدية لحد وبيحطها كلها على نقل الالتروني ويتأكد ان جات لرسالة بان تم عملية تزجيل بنجاح مهم جدا يفادي منقرأ كراتة المواطن اللي عايز تفيد ان شاء الله من المشروع احنا الحمد لله المشروع الاعلان ده في المحافظات الدلكا ومدن القناة في المحافظات الشرقية واسكندرية والدهلية واسماعيلية من حقه ان هو يروح لأي مكتب بريد مميكا يشتري ان شاء الله كراسة ويعمل خطوات اللي قلنا عليها محافظة انتوا ترحين اسكان اجتماعي في محافظة الغربية بالضبط يا فندم محافظة الغربية بس محافظة الغربية ما فيهاش كطع اراضي والله يا فندم فيه جهود عنيفة الفترة اللي فاتت ويمكن الحمد لله كان فيه تكامل لكل جهات الدولة علشان المحافظة يعني توفر لنا اراضي وحصل الحمد لله وده كان يعني اعتبر خبر يعني جايت جدا ده خبر جايت جدا علينا في محافظة الغربية في بسيون وثمنود وزفتة وكفر الزهات والمحلة دول المطروح فيه ان شاء الله باذن الله فطبعا احنا بقلنا فترة كان نحاول فعلا بقى اراضي هناك والحمد لله تفتعاون كامل حصل ما بين جهات الوزارة والمحافظة وتم توفير اراضي والحمد لله كانت مطابقة للمواطفات وتم الانشاء عليها عشان كانت دلناها في الاعلان اشكرك كان جالنا اكتر من طرف في المحافظة دي اشكرك مهاندس عمر خطاب المتحس باسم وزارة الاسكان واكرر نتائل السادة المواطنين الموجودين في تلك المحافظات من تنطبق علي الشروط سن من 21 ل 50 سنة دخل اسرة لو عندك اسرة يبقى 5700 جنيه فارد 4200 جنيه شهري لا تتوانى عن التقديم هذه فرصة لن تجدها يعني تعالا بقى نسرخ بعدين ونقول الشقة دياء والكلام ده بتاعنا تسرخ بس لو 90 متر صفيها 75 6 77 زي الفل في الظروف اللي احنا عايشينها النهاردة خاصة ان التقسيط مريح ولو انت شاب عندك 21 سنة وانطبقت عليك الشروط انت بتتكلم في 600 700 جنيه شهري لمدة 20 سنة عايزة الفة انتباك اللي ان الاسكان الاجتماع اللي هو المشروع القومي للاسكان في عهد الرئيس الاسبك المبارك كان قطين بس وفي ناس طالعين النهاردة عشان يزودوا وقضوا مش عارفين فلا تتقاعس ده مشروع بصراعة مرتبط بوجود الرئيس السيسي على الكرسي هو اللي اطلقه وهو اللي قال انا بعلن على الملأ اي مواطن تنطبق عليه شروط الاسكان الاجتماع ده الرئيس السيسي اللي قال كده هياخد واحد خلاص طالعا نمسك في العرض ده ما تسيبوش يعني ستمائة سبعمائة جنيه ده رقم تافي النهاردة حتى لو كان دخلك الفين جنيه بس اسبك تبقى عكاشت شقة من الحكومة هروح لالواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مفروض بحكم منصبه ان هو يطب كده فجأة ويقتحم المراكز والمدن والمحافظات وكلام لان بعض السادة النواب يشتقولون ان في قمامة في الشوارع ان في اشغالات طريق وكلام لكن اللواء محمود شعراوي طلع تصريح يعني انا ده هشتله النهاردة ونشره المصر اليوم الراجل بيقول بشكل واضح وصريح سأقوم بجوالات مفاجئة بسبب تدني الخدمات طب يعني يا سيادة اللواء يعني ازاي هتبقى يعني زيارة مفاجئة ثم تعلن عنها زي ما عشنا قبل كده في فترات حكم بعض الرئاساء يقولك الرئيس فلان الفلان يقوم بزيارة مفاجئة الى كذا ولاقيها صوت وصورة وفيديو يعني يعني ما يعني بتفكرني برضو سيادة اللواء شعراوي بالمطار السري لا اللي بيعمل زيارة مفاجئة بتبقى زيارة مفاجئة لكن انا ما بقولش الحد انا اايم بزيارة مفاجئة وإلا كده تبقى زيارة معلنة بتحفزهم مثلا طب يبقى كنت حفزتهم في السنوات اللي حضرتك توليت فيها وزارة عدو ولا حبيب ودي اول مرة ارى اسمك في خبر تحدث فيه انتفاضة على المحليات لكن لو انت عايز تعمل شغل يبقى ما تعلنش يعني ما تاخد اسوى حاسلة بالرئيس اللي بيقولك انا مش هعلن عن اقامة سوف اقيم مشروع لا هو بيقوم المشروع ويفتتحه ويقولك هو ده المشروع انا افتتحته اتمنى اتمنى يعني ان بعض التصريحات للسادة المسؤولين يتم مراجعتها بينه وبن نفسه يعني لكن مفيش حاجة سأقوم بجولات مفاجئة لا اللي بيقوم بزيارة بيقوم بيها على طول يعني صحة ولا غلط سيادة اللي هو تحياتي ليك ونتابع جولاتك المفاجئة ونشوف نتيجتها خلينا نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل نعرض بقية اخبارنا النهاردة بس خلينا النهاردة نحتفي بيعني رجل منشد بارع ازنة يعني كانت بتستمتع بالشيخ الراحل المنشد الكبير نصر الدين طبار اللي بتمر ذكرى وفاته هذه الايام نشوف هذا التقرير عنه ونطلع فاصل صوته يأخذك إلى عالم بعيد حيث السماء وخاطبت ابتهالاته الروح قبل العقل حين تسمعه تتيه في عالم يملأه القشوع إنه شيخ المنشدين الشيخ نصر الدين طبار الذي انفرض عن سابقيه ومعاصريه بالتربع على عرش قلوب والباب المستمعين في مصر والعالم العربي أجمع ثلاثة وثلاثون عاما مرت على وفاة عملاق الإنشاد وسيد الابتهالات ابن قرية المنزلة بمحافظة التقهلية الشيخ نصر الدين طبار الذي تربى في أسرة متدينة مكنته من حفظ كتاب الله وهو في العاشرة من عمره عشق الشيخ الراحل تقليد مشاهير القراء في صغره فاشتهر في صفوف أقرانه في المدرسة بالصوت الحسن وحينما ذاع سيطه شجعه أصدقاءه ومن حوله للتقدم إلى اختبارات الإداعة المصرية والتي أخفق في اختباراتها لست مرات حتى نجح في المرة السابعة بعدما أصابه الضيق واليأس وكان أول ابتهال له بالإداعة صرى من مكة قدم الشيخ طبار خلال حياته ما يقرب من خمسة وسبعين ابتهالا أبرزهم بك أستجير ويا مالك الملك وجل المنادي ويا بارئ الكون ورمضان أشرق والطير سبحه وكل القلوب إلى الحبيب تميل يا من يراني في علاه ولا أراه وغيرها من الابتهالات التي جعلت أعيان البلاد تدعوه لإحياء حفلات الصفاء الروحي سواء كانت بالتلاوة القرآنية أو بأدائه لبعض الأنشيد نصحه الموسيقار القدير الراحل محمد عبدالوهاب بتعلم الموسيقى حتى يسقل موهبته ووعده أن يلحن له بعض الأعمال وبالفعل التحق نصر الدين طبار بمعهد الموسيقى وبرع في دراسته فكان الأول على دفعته والتي انعكست على أدائه وإحساسه بالنص الشعري الذي يبتهل وينشده ويعد طبار أول من أنشد ابتهالا مخصصا لأبطال حرب أكتوبر عام 1973 بعنوان سبح بحمدك الصائمون كما ارتبط الناس بسماع الشيخ نصر الدين طبار عقب قراءة الشيخ الشعشاعي في صلاة الفجر قد مصالي وسلم عبارك علي كتير مننا بتعطل منه أجهزت الكهربائية أو سيارته أثناء العطلات الرسمية أعياد مثلا ولما تيجي تتصل بأجهزة الصيانة أو مراجز الصيانة المعتمدة للجهاز اللي انت شارعيه يقول لك احنا في أجهزة النهاردة جهاز حماية المستهلك اتخذ قرار رائع جدا انه هو أبلغ جميع الوكلاء والموردين انه مفيش أجهزة لمراكز الصيانة في الأعياد الرسمية تواصلت النهاردة مع لواء الدكتور راضي عبد المعدي رئيس جهاز حماية المستهلك أول مقرأة الخبر الصبح قلت له هو ايه القصة قال لي احنا حسبنا الأجهزات لقناها بتتجوز يعني أو قرابة المية واربعين مية وخمسين يوم فيعني منت عندك بقى جمعة وسبتة ديومين أجهزة في اتنين وخمسين أسبوع ده مية واربع يوم دي فقى أسبوعين عيد أطحى وإسبوع بيش عارف ايه والكلام ده والأعياد الرسمية وخمسة وعشرين يناير وثلاثة وعشرين يوليو بتلاقي نفسك معدل مية واربعين يوم قال لك الله يبقى الصيانة اللي بيقول لي عليها ملزم بيها ثلاث سنين هي عمليا سنة ونص فقال لي احنا ألزمنا الوكلاء ومراكز الصيانة المعتمدة للوكلاء والتجار والموزعين إنها لازم تبقى فتحة في العيد يقولوا لنا إن شاء الله تلفون واحد أو رقم واحد نتواصل معه أنا بحيي جهاز حماية المستهلك على هذه اللقطة لأنها فعلا انتصار لحقوق المستهلك في بلدنا هروح على الإمارات الإمارات قررت تفتح أول عيادة لعلاج مرضى إيه بقى؟ معالجة إدمان الألعاب الإلكترونية الألعاب الإلكترونية بقت إدمان يعني أنا أحد الأشخاص بصراحة اللي عندي لعبة على الموبايل بحب ألعبها بشكل مستمر يعني لدرجة حتى لما أعد مع فريل الإعداد ولاقي نفسي بقى ألعبها يقول لي اللعبة دي كانت دماغك يا خير يعني بصراحة أنا بضيع توطر ومش عايزي بقى الواحد استرس أو أندر استرس تحت الضغط على طول النهاردة دولة الإمارات بتفاجئ وبتقول في الربع الأول من العام القادم أنا هعمل عيادة لعلاج مدميني الألعاب الإلكترونية معايا على التليفون آه معايا على التليفون دكتور أحمد أبو الوافق أخصاء الطب النفسي مساء الفل دكتور أحمد مساء نور سيد محمد زي حضرتك تخلم أنت بقى طبيب نفس وأقولك أنت مدمين لعبة إلكترونية؟ آه أبقى والله هو مين ما بلعبش على الموبايل يعني دايما فيه أتلاقي على كل الموبايل فيه جيمة أو اتمين آه الشخص يروح يلجأ له في الوقت اللي بيفضي في دماغه لكن فيه فرق ما بين أن أنا بتخدم الألعاب الإلكترونية وأنه بين أن أنا مدمن ألعاب إلكترونية آه إمت أقول أنا بقيت مدمن ألعاب إلكترونية؟ آه أبقى مدم من الألعاب الإلكترونية لو اتطبق علي نفس الأعراب العادية بتاعة الإدمان العادي اللي هو أنه بتبعدني عن حياتي العادية دماغي ما بتفكرش غير في الوقت اللي أنا بأضيف اللعبة بحاول أتخلص مدد المهام اللي عادي في المقابل أن أنا أزود الوقت اللي أنا أقعده على اللعبة دي أو على الجهاز الإلكتروني بعينه آه تغير في السلوك تغير في مواعيد النوم آه تظاهر في الأداء الوظيفي سواء إن كنا في جامعة أو في مدرسة أو في نشتغل حتى آه فقدان العلاقات الاجتماعية في مقابل آه إن أنا أقضي وقت أكتر على اللعبة إن أنا علاقات الاجتماعية بدل ما كنتم حافظ عليها عما لأخصرها بالتدريب آه وهكذا يعني إنه اللعبة تكون بتأثر بشكل دال بشكل واضح بشكل ليه تأثير آه مقاس دي اياس آه على آه الحياة الوظيفية بتاعتي طيب دكتور أبو الوف فلاحظة شكل العيادة دي هيبقى إيه يعني أنا هروح هعود على شيزلونج أو كده يعني ولا هعود على جهاز كمبيوتر ولا هعمل إيه يعني طيب خلينا نتكلم بشكل آه أكتر وقعية الحقيقة إحنا لسه ما نعرفش هم هيعملوا إيه يعني ولكن خلينا نقول إنه آآ 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 ينفع جدا إن أنا أقول إن أنا بعمل عيادة متخصصة لأي حاجة في الدنيا وطبق عليها أحد البرامج اللي موجودة دلوقتي فخلينا نتكلم على إنه هل إتمان الأبعاب الإلكترونية هل حاجة جديدة دلوقتي مثلا هل هي موضة دلوقتي ولا حاجة موجودة بقالها آآ سمين الحقيقة إنه موجودة بقالها آآ سمين وأنه فيه ألعاب دل عينها آآ الناس عارفة آآ 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 المتعاملين دلوقتي مجال الصحة النفسية آآ آآ وهي هتلاقي كتير آآ مقالات أو أرطلف وحتى آآ بعض الأبحاث اللي لسه مش على مستوى كبير بتتكلم على إنه آآ آآ الألعاب دل عينها آآ 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 من أكتر آآ 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 أسامي حاجات دلوقتي مش عالة أقول أسامي الألعاب عنها علشان ما تبقاش نوع من نوع الدعاية ليهم ولكن دي حاجة موجودة بقالها تكون طويلة وبيتم التعامل معها أو أحياناً شخص يضطر أنه يخش مصاحة المصادر اللي تؤدي إلى أعتذر دكتور أحمد أبو الوفق لأن الخط بيقطع ومش قادر يتوصل معك لكن المعنى اللي احنا فهمناه من دكتور أحمد أبو الوفق أخصاء الطب النفسي لا فيه إدمان ألعاب وإن احنا لازم نتخلص منه وإن فيه فرق ما بين أن أنت بتمارس لعبة عجبك على الموبايل أو الكمبيوتر وفيه فرق بين أن أنت أصبحت تدمن هذه اللعبة فأصبحت تعيقك عن أنشطتك المهنية أو الاجتماعية هاختم بخبر عن لبنان يعني النهاردة بعد استقالة الحكومة منذ أيام المتظاهرين دخلوا في اليوم الخمس والعشرين وبيطلبوا النهاردة بحكومة مؤقتة ذات صلاحيات كبيرة لولابد من القضاء على الفساد وذكروا أسماء بعينها والمليارات اللي هم مهربين بالقارك معي على التليفون الأستاذ محمد الأزاز الكاتب الصحف المتخصص في الشأن اللبناني بعد مساء الخير أستاذ محمد هل إحنا فعلا في طريقنا لحكومة مؤقتة لبنانية ذات صلاحيات كبيرة تحقق مطالب المتظاهرين؟ للأسف يا أستاذ محمد والمساء الخير على حضرتكم على مشاهدينا في الكرام للأسف لا يبدو في الأفق أن هناك حكومة جديدة في لبنان هناك عصبات تواجد تشكيل هذه الحكومة كانت قبل أيام تنعقبة التأليف قبل التكليف وبذلك إصرار الرئيس عون على توزير سهره وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران بسيل المرفوض من كل المتظاهرين والوزير الذي أهدى أكثر سبابا فيه من المتظاهرين أزمة ظهرت خلال يومين الماضيين وهو عدم رغبة الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة أو أن يكلف في تشكيل الحكومة القادمة وهناك اتصالات من الرئيس نبي بيري أو من أطراف تابعة لحزب الله لثاني الحريري بأن يكلف بتشكيل الحكومة لكنه يرقد تشكيل هذه الحكومة بسبب أيضا بعض الوزراء وخاصة الوزير جبران بسيل الأزمة يبدو أنها ستطول أمد أكثر في الفترة القادمة لا نعلم في مدلس نواب ده سيؤقد بعد غادي ومن يوم الثلاثاء غدا للمرة الرابعة سيخرج السيد حسن نصر الله بخطاب آخر ليوجهه للمتظاهرين والحكومة لا نعلم ما الذي سيدوث هذا الخطاب الأزمة طبعا بنشوف كان أول مبارح طلاب المتظاهر تخرجوا نقابات الثلاث تخرج تنظام المتظاهرين النهاردة طبعا بعض موظفي المؤسسات ينضم المتظاهرين المتظاهرات تتشع في لبنان ولديهم إسرار ورغبة على تنفيذ مطالبهم طيب بس أنت بتقول للأسف مش تتطبق مسألة حكومة مؤقتة ذات الصلاحيات تلبي مطالب المتظاهرين طب إحنا دقليم في أفق مزدود كده للأسف أفق يعني على حافة الانهيار كما يقولونها كوضع اقتصادي سيء جدا والبنك الدولي حذر إن خلال أيام طبعا جلسها اللبنان على شفها الإفلاس يعني بالضبط كده ولكن إنت عارف يا سيد محمد أزمة لبنان في المحاصصة والطائفية إحنا كنا نتكلم على حكومة تكنوكرات الآن نتحدث عن حكومة تكنو سياسية أي أن كل طيار أو حزب يرشح من قلاله أكتب له يكون وزير اقتصادي ولكن هذه تواجه أزمة كبيرة جدا حزب الله يوافق على حكومة مشكلة بين السياسيين وتكنوكراتيين يعني كل طبعا إحنا هنخش في أزمة التكليف الشهيرة للبنان كلما يكلف حكومة يأخذ وقت ضويل حتى يشكل حكومة مع أنه مفترض أن الشهر القادم هناك مزايدة للتنقيب عن الغاز في لبنان الذي انتظره طويلا وهذا يعني ده يبدو حل أزمة اقتصادية كبيرة جدا ولكن العقابات اللي بيوجيحها دلوقتي زي ما بلحك أم الحريري يبدو ممكنعا على أن يكون هو مكلف تشكيل حكومة وبدأ في تطريح أسماء أخرى على خين أن المجتمع الدولي نفسه يؤيد تكليف الحريري لأنه هو القادر على الإصلاح الاقتصادي في لبنان فأفق الحكومة لا يبدو قريبا أفق الحكومة يبدو بعيدا نوعا ما وسيأخذها طويل ولا بد من تدخل أعتقد دولي لحل حالة بعض الأزمات التي تحتاج في لبنان خاصة على مستوى التشكيل وخاصة على مستوى مصالب اللبنانيين بشكر حضرتك الكاتب الصحف الأستاذ محمد القزاز متخصص في الشأن اللبناني كل الخير لشعب لبنان وأهلينا في لبنان هطلع فاصل قصير بعد الفاصل هيشرفني الأستاذ عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضربية في نوفمبر 2016 أعلنت الحكومة المصرية أنها بدأت بالفعل إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادي يعني خطوة من الخطوات وهي فكرة تحرير سعر الصرف أو اللي أنا بسميها وإنت بلغتنا الشعبية تعويم الجنيه لكن هل الإصلاح الاقتصادي هي مجرد الخطوات البسيطة اللي احنا نعرفها؟ جزء من الإصلاح الاقتصادي وفق مفهوم ضيفي الكريم هي فكرة أن تكون هناك أداة للسياسة الضربية ممثلة في هيئة مستقلة لا تتبع إحدى الوزرات زي ما هو جاري الآن حيث أن مصلحة الضرائب المصرية تابعة لوزارة المالية هذه الفكرة ترحى ضيفي الكريم لأستاذ عمر المنير على صفحات المصر اليوم مؤخرا وقلت له تعالى ندردش هنا ونعرض الفكرة على الرأي العام ونشوف إيه هي مميزات هذه الفكرة ولماذا طرحتها ثم الأهم هل هذه الفكرة موجودة أو مطبقة في عدد من دول العالم ولا مصر هتبقى هي السباقة في ده بجدر التحية لحضراتكم ملظف الكريم أستاذ عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضربية سابقا أهلا بحضرتك أهلا بيك أستاذ محمد تحياتي ليك وللسادة مشاهدين خلينا نبدأ فكرتك اللي بتطرحها أن تكون مصلحة الضرائب هيئة مستقلة هل ده موجود في بعض دول العالم ولا احنا هنبقى حالة فريدة لو حالة تطبقها طيب خليني أتكلم على الفكرة دي في إطار فكرة أشمل وفكرة الإصلاح الضريبي نعم احنا زي ما حالك قلت احنا بدأنا وخلينا نتكلم يعني يعني باختصار كده عن فكرة الإصلاح الاقتصادي وندخل على هيئة المستقلة الوسيلة المستقلة في رأيه زي ما تكلمنا هي وسيلة وليست هدف أن تكون هناك هيئة مستقلة للضرائب دي وسيلة وسيلة لتحقيق نوع من أنواع الإصلاح تخير تكلم على الإصلاح الاقتصادي احنا برنامج الإصلاح الاقتصادي زي ما حالك بدأ كان مع صندوق النقد الدولي بدأ في نوفمبر 2016 لمدة 3 سنين هو هذا الشهر ينتهي هذا البرنامج البرنامج ده كان مجموعة من الإجراءات تعرف حالك الصندوق النقد الدولي زي أي مؤسسة دولية يبقى عندها رشدة كده يعني شبه جهزة للإصلاح الاقتصادي بيكلموا على ترشيد الدعم على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وهكذا ده كان برنامج الإصلاح ده برنامج عدته الحكومة المصرية وافئ عليه البرلمان وتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عليه ونتائجه يعني ظهرت فيه أرقام أو المؤشرات المالية سأمعدلات النمو اللي اتفعت لما يقترب من 6% تقريبا خمسة وستة من عشرة في المية التضخم اللي انخفض لنسبة نسب يعني متدنية المعدلات البطالة اللي وصلت للتمانية في المية وده أقل معدل من عشرين سنة أنا يعني خليني أشبه لك برنامج الإصلاح بحاجة معينة أنت ما يكون عندك عربية العربية دي محتاجة إصلاح فيها بقى محتاج أن أنت تغير تعمل عمرة للمطور محتاج تغير الكويتش تضبط العفشة هو برنامج الإصلاح الاقتصادي كده أنت عملت العمرة المطلوبة في السيارة وطبعا الإصلاح ده مباليه تكلفة واللي بيتحمل التكلفة دي هو صاحب العربية صاحب العربية في حالتنا هو مين المواطن الحكومة هي الميكانيكي الحكومة هي اللي صلاحت العربية والمواطن هو اللي تحمل تكلفة الإصلاح البرنامج ده انتهى فيه دلوقتي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على برنامج آخر ولكن ليس متعلقا بتمويل هو متعلق بأن أنت تستفيد من خبرات والمعونة الفنية اللي بتقدمها الصندوق النقد الدولي أو المؤسس الدولي أنا في رأيي أنه برنامج الإصلاح هو عملية مستمرة ما بتنتهيش ولكن الجزء الأكبر اللي كان فيه تكلفة هو اللي تم 30 سنين اللي فاته هو التكلفة الأكبر للإصلاح أنت بالضبط بعتبر أن هي العربية احنا قمنا بإصلاحها وانتهينا بإصلاحها وحطناها على أول الطريق المرحلة الجاية ان شاء الله هي بقى مرحلة الانطلاق وجني ثمار هذا الإصلاح ده بالنسبة لفكرة الإصلاح وزي ما حدك قلنا أن الإصلاح الضريبي هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصاد وفكرة الهيئة المستقلة اللي هي فكرة بتطرح قابلة للمناقشة يعني أنا مش بقول حاجة يعني دي موجودة باعتبارها هي الحل الوحيد اللي هو أحد الحلول لإصلاح الإدارة الضريبية خليشي أقولك على حاجة برضو تاني قبل ما تكلم على الهيئة المستقلة العالم كله دلوقتي وفي آخر مؤتمر دي مجموعة العشرين الجي توينتي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكلموا على فكرة أهم عنصر في عناصر الإصلاح الضريبي بيسموه دلوقتي حاجة اسمها اليقينية في الضريبة أنت كراجل مستثمر أو مواطن تبقى مشكلتك إيه في الضريب أن أنت مش عارف هتدفع ضريب إزاي يعني أنا جاي وبستثمر في بلد أو أنا مواطن عادي وبدفع ضريب ممكن يبقى عندي كل شوية يلاقي مفاجئات أنا عندي قوانين بس التطبيق مش صح عندي قوانين فيها وكل شوية غير سعر الضريبة الإدارة الضريبية مش هي مش بتطبق القانون صح فالعالم كل الوقت بيفكر ودلوقتي ده يعني مؤتمرات بتعقد للموضوع ده على فكرة يقينية الضريبة أن أنت تبقى عندك قدرة على التنبؤ بالضريبة اللي عليك بدون مفاجئات أنا كمستثمر مستثمر ومواطن عادي المستثمر لأنه عنده مشروع عايز يعرف ويدفع ضريبه في الفترة اللي جاي وبناء أنا عليه بيحدد أرباحه وبيحدد فرص العمل اللي هيشغل بالنسبة للمواطن العادي أنت برضو أنت لو بتدفع ضرائب أنت عندك داخل معين ومرتب حياتك على يعني داخل معين مش عايز توفاجأ أنه عندك ضرائب سواء بقوانين عملت لك ضرائب جديدة أو بتطبيق سيء الفكرة دي تحتها أربع عناصر يعني إزاي تتحقق يقينية الضريبة بأربع عناصر العنصر الأولاني اللي هو قوانين واضحة نعم القانون ما عملش قانون فيه كل شوية ومواد بتدي مصلاحية لحد أنه يغير في القانون القانون واضح في الصياغة القانون ما بيتعدلش كل شوية وده اللي احنا عملناه مثلا في قانون القيبة المضارفة ونتمنى الفترة الجاية فيه قانون الإجراءات الضرابية الموحد يمكن نقدر نتكلم عليه أكتر ده قانون مهم جدا لتسهيل وتوحيد الإجراءات بين المصالح الضرائب وقانون ضرائب الداخل اللي هو من صدر صدر في 2005 ومن وقتها في تعديلات حصلت عليه كتير فيجب أن يكون فيه قانون فأول معيار هو أن يبقى عندي عشان يبقى عندي يقنية في الضريبة أن يبقى عندي قوانين وتشريعات واضحة ثبتة ثبتة واضحة يعني ما فيهاش تعقيدات كتير ولما تطلع تعليمات من مصلحة الضرائب تطلع تعليمات تبقى للقانون ونقطة التانية الكونسيستنسي أو ثبات تطبيق الضرائب يعني الإدارة الضريبية يكون عندها معايير واضحة للتطبيق ما أفجأش كل شوية أنه كل واحد بيطبق القانون بمزاجه فكرة الكونسيستنسي أو الثبات أو بيسموها البريدكتابيلتي أو القدرة على التنبؤ بالممارسة الضريبية دي مهمة ودي بتنتج بقى أن يبقى عندي زي ما قلنا معايير واضحة وتعليمات واضحة لمعملية الضرائب وفيه رقابة وفيه رقابة داخلية أو اللي ما يسمى الحوكمة النقطة التالتة اللي هي منع المنازعات الضرائبية أو نبسا بمي تكفيف منابع النزاع أو الخلافات الضرائبية لما يبقى عندي قانون واضح وتعليمات واضحة ومتاح للممول أو المستثمر من يروح لمصلحة الضرائب يسألها أنا عندي معاملة معينة إيه المعالجة الضرائبية فيها دي هتوفر لي حجم كبير من الخلافات وفيه في القانون الضرائب على الدخل وضفناه في قانون ضريطة القيمة المضافة فكرة ما يسمى القرار المسبق يعني من حقي او الادفانس رولينج من حقي انا اروح لمصلحة الضرائب اقول لهم انا بعمل معالجة معينة في الضرائب او بعمل حاجة معينة في الضرائب انت رأي مصلحة الضرائب ايه والرأي ده لما يطلع مولزم لمأمور الضرائب ان هو يطبق فبيد ده بيدي زي ما قلت قدر من اليقنية الحاجة الرابعة هي تاكس ديسبيوت ميكانيزم الية للمنازع يعني بسيطة لحل المنازعات يعني اولا في الحالة النقطة التالتة اللي هي منع المنازعات لما لما يبقى عندي منازعات يبقى عندي الية واضحة زي ما عملنا في قانون النهاي المنازعات والجان الطعام فكرة بقى يقنية الضريبة لا لسه اقول لك هالي الاربع نقاط اللي كلمت فيهم لو اسقط لهم على الحالة المصرية منطبقة؟ في حاجات تم عمل يعني مجهود فيها زي القوانين فيه قانون جديد لضربة القيمة المضافة فيه مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد اللي هو معروض على البرلمان وسيناقش قريبا وهذا القانون بيعمل على ان توحيد الاجراءات وده جزء بقى من تمهيد لفكرة هيئة موحدة وهيئة مستقلة بيوحد الاجراءات بين القوانين يعني بيطلع من كل قانون الجزء الخاص بالاجراءات وبيوحدها وبيطورها وبييسر على الموحدة سواء بيعمل ضربة الدخل او القيمة المضافة او نتمنى كمان الضريبة العقرية تبقى دخلة فيه ده موجود القوانين موجودة سواء بالصدرت او القوانين اللي بيتم اللي موجودة في البرلمان او حاليا ما يتم عمله في قانون ضربة ده هتلاقي النقطة التلاتة بقى التانية اللي هي سواء فكرة الكونسيستنسي او السبات او فكرة يعني منع المنازعات او فض المنازعات كلها مرتبطة بالادارة الضريبية تيجي بقى من هنا فكرة اصلاح الادارة الضريبية ومنها فكرة الهيئة المستقلة الهيئة المستقلة دي فكرة موجودة من التسعينات يعني مش فكرة جديدة داخل دولاب الحكومة المصري لا طبعا في العالم في العالم كله فكرة يعني ان عندك هيئات مستقلة دي بتحقق لك نقطتين النقطة الاولانية بتقلل عدد الوزارات فانت احنا عندنا مثلا اكتر من تلاتين وزارات تقريبا يعني انت في الشكل الامس ان يبقى عندك عشرين واحد وعشرين وزارات ممكن بعض الهيئات ما تبقاش تابعة يعني لوزارات زي مثلا انت عندك وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار كان في فترة عندك هيئة الاستثمار فقط بدون وزارة الاستثمار ففكرة ان انت تقلل عدد الوزارات من خلال يبقى عندك هيئات مستقلة دي موجودة ودي موجودة في دول كتير الفكرة التانية انها بتدي هذا النوع من الهيئات قدر من المرونة في العمل لو يسموه دلوقتي الانتقال من فكرة government to governance من الحكومة إلى الحوكمة بقى عندك هيئة مستقلة فيها نظام للرقابة الداخلية وفيها نظام لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت بتعمل بمفهوم القطاع الخاص طيب نيجي لمصلحة الضرابة وفكرة اللي أنا بقول عليها الهيئة المستقلة الهدف الأساسي فكرة الاستقلالية من هدف منها أنه أنت عندك السياسة الضربية سياسة مهمة جدا في حاجة اسمها السياسة النقدية في حاجة اسمها السياسة المالية وفيه السياسة الضربية السياسة النقدية اللي بيضعها البنك المركزي والسياسة النقدية مستقلة والبنك المركزي هو كيان مستقل السياسة الضربية فيه رأيي لا تقل أهمية ولا رغبة فيه أن يبقى فيه قدر من الحياد والعدالة زي في السياسة النقدية لازم يكون موجود في السياسة الضربية لأنه لما الأول فكرة لاستقلال السياسات الضربية حصلت في إنجلترا لما مارجر تاتشر كانت بفي محاولات أنها تتدخل في قرارات للإدارة الضربية لأنها كانت عايزة يعني بقى في قدر من يعني التمييز للرجال الأعمال مش تمييز بشكل غير عادل ولكن يعني تديهم بعض المزايا فظهرت فكرة لا أنا أنا كسياسة ضربية يجب أن يكون هناك قدر من الاستقلالية والحياد عشان ما أخدش جانب مش كل يعني اتجاه أو أيديولوجي يعني تبقى موجودة تغير السياسة الحاجة الثانية مصلحة الضرائب ومأمور الضرائب احنا بنسميه قاضي المال وقاضي المال لأنه فعلا هو طرف بيحكم على الوعاء الضريبي والضريبة اللي بيدفعها الممول وبالتالي يجب أن يبقى عنده قدر من العدالة فزي ما القضاء مستقل فنقدر أن يجب أن قاضي المال أنه يبقى مستقل فكرة الاستقلال هي درجات يعني في دول عندها وصلحة الضرائب أو الإدارة الضرائبية جزء من وزارة المالية زي الحالة عندنا زي مصر زي مصر وبعض الدول في دول بيسموها ومعليش أنا بقول مصطلحات بالإنجلش لأنها هي لسه مصطلحات جديدة سيمي أوتونموس أو نصف مستقل اللي هي تبعة قد تكون تبعة لوزارة المالية من الناحية الإدارية في بعض الأمور وإنما هي لها مجلس إدارة وبتأخذ قرارات فيما يتعلق سواء بالأعمال الفنية أو الإدارية سواء فيما يتعلق بنظم المي كان عندها أو نظام حوافز العاملين فيها أو بعض الأمور الفنية فيه الفولي أوتونموس بقال هي الهيئة المستقلة تماما اللي هي مش تبعة لوزارة المالية زي ايه؟ زي في أمريكا زي في إنجلترا زي في سنجابور زي كندا زي إثيوبيا دي دول عملت هيئات مستقلة يعني أنا ديتها جنوب أفريقيا سيمي أوتونموس أو نصف مستقلة درجات الاستقلال بتختلف عشان كده احنا بنتكلم على فكرة الهيئة المستقلة تاني أنا عايز أقول أن هي مش تاني هي مش هدف ولكن وسيلة وسيلة لإصلاح الإدارة الضريبية عشان أحقق ما يسمى اليقينية في الضريبة اللي احنا اتكلمنا عليه فلما بنتمح الأهيئة المستقلة أنا قلت بصفة عامة دلوقتي لو يعني هنستفيد في أهميتها ليه هي مهمة الأهيئة المستقلة في دول في العالم عملتها وفي دول أفريقية عملتها ويه نتج عنها ومش بقول أن هي بس السبب إنها جزء من برنامج إصلاح ضريبي كامل نتج عنها زيادة في إرادات الضريب نتيجة هذه الدول لما جنوب أفريقيا غانا يعني ممكن ندي أمثال دول أفريقية زاد فيها إرادات الضريب إلى نتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة لما حطبها الهيئة المستقلة بس كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي فأنا تاني الهيئة المستقلة ليست هي الحل الوحيد هي أحد الحلول ولكن هناك سوابق في دول تانية نجحت فيها الهيئة المستقلة الهيئة المستقلة وحدها بدون برنامج إصلاح ضريبي شامل لن تنجح وإنما هي جزء من برنامج إصلاح ضريبي مرتبط إصلاح اقتصادي كامل طولت عليك؟ أحطل فاصل قصير وبعد الفاصل أرجع بقى لضيف الكريم وأبدأ أقول له أسئلتي أستاذ عمر المنير وهو نائب وزير المالية السابق للسياسات الضربية وخبير مالي أو خبير في السياسات الضربية كان طرح في مقال له في صحيفة المصر اليوم عن خطوة ليست هي الغاية ولكن مرحلة من مجموعة مراحل في إطار الإصلاح الاقتصادي أن تكون الضرائب المصرية هيئة مستقلة قبل الفاصل شرح وجهة نظره كاملة مستفيدة بعد الفاصل بقى عايز أسأله أسئلة لا ممكن تأتي على أزهان حضراتكم وأنتم بتتبعوا هذا الحوار تعال ناخد الإيجابيات اللي أنت تتوقعها لو جراء أن تكون مصلحة الضرائب هيئة مستقلة وحضرتك حطت عنوان أنها في حد ذاتها ليست غاية وأيضا حطت عنوان أنها لازم تأتي في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي لو ثبتنا أنها ليست غاية وأن الهيئة تبقى في إطار منظومة للإصلاح الاقتصادي إيه الإيجابيات؟ يعني وإنت بتبقى الفكرة زي ما بيقول بقى للفكرة بحل صنع القرار النهاردة زي ما حالك قلت هي جزء من فكرة الإصلاح الضريبي اللي هو المنظومة الضريبية تشريع الضريبي تكلمنا على القوانين سياسة ضريبية وإدارة ضريبية أنت عندك مشكلة في مثلا في الإدارة الضريبية في التركيبة العمرية للعاملين في مصلحة الضريب يعني هديك كده بعض الأفكار وبعدين نتكلم عن المزيد نتيجة أنه ما فيش تعينات ولأنه هذه المصلحة الضريب خضعة لكل القوانين الحكومية في عدم التعيين أو أنه يعني الترقيات خضعة لشكل معين للحكومي حوالي 10% من العاملين في مصلحة الضريب في مصالح الضريب المختلفة سواء ضريب الدخل أو القيمة المضافة أو العقارية أقل من 35 عام يعني 90% من العاملين في المصالح الإرادية فوق 35 سنة يعني شوف بقى أنت بعد لو فضلنا بالشكل ده بعد 3-4 سنين تقريبا مش هيب عندك حد أقل من 35 سنة لأنه ما فيش تعينات طيب فيه أعمال ووظائف فيه المصالح الإرادية محتاجة لسنة صغير لأنه الناس دي بتنزل تفحص وبتعمل معاينات وبتعمل مجهود مش هقدر أن أنا أخلي الناس لفترة طويلة ما بي يعني ما فيش ترقيات ونتيجة أنه ما فيش تعينات جديدة فده بيعمل مشكلة في الهيكل العظيم الحاجة التانية أنه الإمكانيات اللي موجودة لدى مصالح الإرادية مش كبيرة وبالتالي بيئة العمل نفسها التكنولوجي عشان تعمل منظومة تكنولوجية كبيرة عشان تحسن في بيئة العمل عشان يعني تصرف لازم فيه جزء من وده اللي موجود في الهيئة المستقلة في العالم كله يقول لقانون حتى قانون ضربة القيمة المضافة بيقولوا أنه نسبة من الإرادات أو الحصيلة الضربية تروح للمصالح الإرادية عشان تطورها مش لمجرد أن أنا أدي ما دي مكافرة لا أنا عايز أطور الأماكن نفسها يعني محتاجة تطوير التكنولوجي إحنا لما أنت طول ما أنت بتشتغل بالشكل اليدوي هيفضل وفيه تعامل مباشر بين المقدم الخدمة بالضبط والمستقبل الخدمة اللي هو الممول هيبقى فيه قدر من احتمالات الفساد واليعني المعاملات غير السوية خلينا نقول فكر بقى أنه يبقى عندك إدارة أو هيئة مستقلة وقلنا الاستقلال درجات ممكن تبدأ بشكل وبعدين تطور بشكل مغالبا يعني حتى لو قبلت فكرة حضرتك مش هتبقى 180 درجة هيئة مستقلة تدريجية هي حتى فيه هتبقى بشكل تدريجي في كل الدراسات عشان توصل الهيئة المستقلة محتاج سنتين لتلت سنين حد أدنى لأن انت محتاج تغير هي الفكرة تغيير ثقافة المجتمع الضريبي مش بس مأمور الضرائب ثقافة المتعاملين مع مصلحة الضريب ثقافة المواطن فهي تغيير في ثقافة المزايا بقى بتاعت الهيئة المستقلة لها مزايا ولها عيوب زي أي الأول ميزة أن انت بقى فيه العمل بعيدا عن التدخلات قلنا انت مش بنقول أنه فيه تدخلات يعني حد بيتدخل ولكن انت كهيئة لازم تبقى عند قدر من الحياد والاستقلالية وبالتالي ده بيدي قدر من الطمئنين أو الفكرة اللي قلناها فكرة التاكس سيرتينتي اللي هو اليقينية الضريبة اللي هي بتشجع المستثمر وبتشجع المواطن أنه يتعامل بشفافية مع مصلحة الضريب فما يبقى تحس أنه فيه قدر من الاستقلال للهيئة دي وبتاخد قراراتها بعيدا عن فكرة أن أنا جهة حكومية بعمل كجهة جباية وعايز أدفع الناس ضرائب ده بيدي الناس بيشجع الاستثمار وده أحد وسائل جذب الاستثمارات بيشجع المواطن أنه يتعامل مع الهيئة دي وبالتالي زي ما بنتكلم على فكرة الاقتصاد غير الرسمي أنت أحد مشاكل ومشاكلك وجود اقتصاد غير رسمي كبير الناس بتخاف تروح الدرائب تروح الدرائب فلما يحس أنه لا الناس دي أو الهيئة دي هيئة مستقلة لأشياء بتكلم على فكرة تغيير الثقافة مش مجرد أنه أغير هيكل أنا أغير ثقافة مجتمع فهتاخد وقت إنما لازم توصل لها لأنه ده زي يقولك ده هيسجع المستثمار هيشجع القطاع غير الرسمي أنه يدخل في المنظومة الرسمية لأنه هيحس بقدر من الاطمئنان والحيادية في التعامل الحاجة التانية لما أنت عايز تحول الهيئة زي ما في الناس كلها حاولت الهيئة المستقلة حاولوها من مجرد مصلحة حكومية أو دافع ضرائب يحبش كلمة الممود يخلينا نقول دافع الضريبة والضرائب كمان الناس كلمة ضرائب دي بتزعع للناس خليها إيه مساهمة المواطنين في يعني النمو أو في حق الدولة أو يعني في الإنفاق على وبلاش مصلحة ضرائبش كلمة مصلحة دي برضو كلمة قديمة خليها الهيئة أو الإدارة الضريبية فهرجع تاني على فكرة عايز تحول من مصلحة حكومية لهيئة خدمية بتعامل دافع الضريبة كعميل عايزة يدفع الضرائب عن رضا لأنه هو الضرائب في الآخر هي أحد مظاهر سيادة الدولة هو مين اللي بيفرض الضرائب في الدولة الدولة وبالتالي أحد مظاهر السيادة هو الضرائب ويسمى فرض الضرائب لأ أنت عايز تحولها عشان المواطني يبقى بيدفع الضريبة وهو راضي لهيئة خدمية بتقدم له خدمة سواء في القوانين وهي بتعمله القوانين تعمله قوانين واضحة سواء وهي بتفحصه ضريبيا يبقى بشكل مرضي ليه وبالتالي فيه قدر من العدالة سواء هو بيدفع الضريبة يدفعها بطريقة سهلة بدون تعقيدات فأنت عايز تحول المواطن ده أو دافع الضريبة ده ليه عميل عندك وبالتالي تحول من فكرة هيئة حكومية تقليدية إلى هيئة خدمية حديثة نجي بقى لكلمة حديثة الحديثة دي معناها مايكانة يعني انت بتتعامل بنظام تكنولوجي سواء من خلال تقديم إقرارات يتقدم الإقرارات إلكترونيا سواء من الفحص انت ممكن الفحص الضريبي اللي هو بدل من المأمور الضرائب ينزل من المصلحة وينزل ويلف على الأماكن ويعمل معاينات لا هو بيجمع معلومات انت بتعمل الإقرار الضريبي بيقدموا الممول بيحطوا في قاعدة بيانات مصلحة الضرائب يحطوا في قاعدة بيانات يقدر المأمور الضرائب قبل ما ينزل يحلل يشوف إقرارات مثلا آخر ثلاث سنين ايه الفروق اللي فيها ايه الانحرافات اللي موجودة في سنة عن سنة ده ده الشغل بقى الحقيقي للفحص والإدارة الضريبية الحقيقة بعيدا عن الشغل التقليدي وزي ما قلنا فكرة العمل التكنولوج ده بيقلل فكرة التعامل المباشر الهيئة تتبع مين بس زي ما قلنا وفيه ثلاث يعني أشكال فيه الشكل التقليدي اللي هي بتتبع وزارة المالية ده موضوع لا أنا أعزل لو أصبحت هيئة مستقلة فيه نصف مستقلة بتبقى تبعة لوزارة المالية بشكل يعني في بعض الأمور الإدارية ولكن لها مجلس إدارة بياخد قرارات فبتبقى تبعة في الحالة دي الهيئة المستقلة تماما دي بتبقى تبعة في بعض الحالات دي رئاسة الجمهورية في بعض الدول بتبقى لرئاسة الوزارة ولا عليها رقابة من البرلمان وفيه دول فيها وزارات للدرائب يعني الدنمرك مثلا فيه وزير الدرائب يعني فكرة الاستقلالية بقى كمان مش مجرد هيئة لا هناك وزارة يعني فيه دول فيها وزارات مؤلاء الدرائب يعني هي المصدر الأساسي لإرادات الدولة أنا بسميها العمود الفقري لإرادات الدولة عايزة روح لبقية خطوات الإصلاح الاقتصادي طيب ما احنا اتكلمنا على اقتراح حضرتك بأن تكون هناك هيئة مستقلة للدرائب هل انتهى البرنامج الاقتصادي اللي وقعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي ولا لسه بقي فيه نقاط لا هو البرنامج كان مدته تلات سنين بدأ في نوفمبر 2016 وينتهي نوفمبر 2019 اللي احنا فيه فهو عمليا انتهى بأنك لما دفعوا الشريحة الأخيرة في يوليو لو انت عارف كان قفض 12 مليار دولار على شرائح كان آخر شريحة 2 مليار اتدفعت في يوليو اللي فات فعمليا هذا البرنامج انتهى في يوليو ولكن طبقا للاتفاق يعني هو ينتهي في نوفمبر 2016 زي ما قلنا فكرة الإصلاح الاقتصادي هي فكرة عملية مستمرة ما فيش حاجة انت زي ما شبهنا كده فكرة العربية انت بعد ما تصلح العربية بيش بتعملها صيانة كل فترة فكرة الإصلاح الاقتصادي المستمرة هو الصيانة لهذه السيارة اللي هو انت كل شوية بتشوف انا محتاج ايه كإصلاح يعني احنا ممكن ندخل في برنامج آخر ممكن تدخل انت بيبقى عندك طريقتين في التعامل مع جهة زي صندوق النائد الدولي وانا عارف طبعا فيه ناس يعني بتعتبر انه صندوق النائد الدولي والمؤسسات الدولية دي يعني تفرض شروط بالزرط ولها يعني عندها اعتبارات سياسية وتدخلات بعيدا عن النقطة دي يعني خليني نتكلم في الجانب الاقتصادي المؤسسات دي ببقى يعني طريقة مساعدتها للدول في حاجتين الحاجة انها بتديها برنامج وتمويل لهذا البرنامج الاقتصادي هذه الدولة اللي بتحط برنامج الاصلاح بتاعها وهي صندوق النقد بيساعدها في تطبيق هذا البرنامج وبيستفيد من خبرات للصندوق في دول اخرى زي التمويل بيبقى طويل الاجل لتمويل هذا البرنامج الطريقة التانية ان انت بتاخد بقى خبرات الصندوق هو الصندوق النقد عموما باعتبارنا احنا عضو في الصندوق بيعمل حاجة اسمها مشاورات المادة الرابعة اللي هي كل سنة كل عدة شهور بييجي يعمل مراجعة لالاصلاح الاقتصادي ويطلع تقرير والتقرير دي تكون مهمة جدا للمستثمرين فهو ده موجود ده بغض النظر فيه برنامج او غير او ما فيش برنامج في ما يسمى مشاورات المادة الرابعة انما البرنامج اما بيبقى تمويل اما بيبقى انت بتستفيد برنامج بتستفادة من خبرات الصندوق انه يقول لك مثلا عندك يعني بعض الصغرات في نقطة معينة مثلا في الاصلاح الضريبي ممكن وانت بتيجي تعمل قانون ضرائب مثلا عايز اعرف تجارب الدول الاخرى في قانون الضرائب فبلجأ لصندوق النقد الدولي اقول له بس انا قريت ان احنا رحله قريب في اطار مفاوضات وده الوقت فيه مفاوضات على ايه بقى يعني طبعا انا يعني مش جزء من المفاوضات انما على حد علمي ان المفاوضات في الوقت الحالي ربما تتطور مع المناقشات هي في برنامج للاستفادة من خبرات الصندوق وانه هو يساعدنا في التقارير اللي بيعملها في انه بعض الخبرات اللي محتاجينها في السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية في السياسات الخاصة بس قررت ان وزارة المالية عايزة تقترض 10 مليار دولار منه الصندوق الحقيقة يعني ده من الحاجات اللي انا سمعتها بس انا يعني في حدود علمي انه يعني المفاوضات الحالية هي على برنامج فنية انما ربما من خلال المفاوضات تتطور لان انت كمان المهم يعني انه انت ليك رقم معين لان كل دولة لها حصة في الصندوق فانت قدرتك على الاقتراض من الصندوق مرتبطة بهذه الحصة يعني انت مش انا خدت 12 مليار فانا اقدر اخد كمان 12 مليار زيهم لا انا لي حصة معينة انا حتى لو هاخد تمويل ده مرتبط قمت التمويل مرتبط بالحصة بتاعتي وقدر التمويل او القرد اللي انا بس احنا استوفينا كل حصتنا لا اعتقد فيه جزء لسه بناء للحصة بتاعتنا فيه جزء ممكن يعني هل لنا تقريبا 3 مليار دولار يعني مش متأكد اولا انها بتحسب بنقط معينة كده لها طريقة اعتقد هي ممكن يعني متاح لنا اعتقد حوالي 4 و 5 مليار بس يعني انا مقدرش اجزم يعني بالارقام بس يعني انا اتمنى ان احنا يبقى التركيز على على الاستفادة من الصندوق في الخبرات ونركز اكتر بدل يعني بدلا من الاقتراض نحن نركز اكتر على ان احنا نزود او نوسع قاعدة المجتمع الضريبية ما هو هو انت هتحتاج قرد عشان تمويل عشان يسد الفجوة التمويلية عنده اذا كنت نقدر اسد الفجوة التمويلية من اصلاح الادارة الضريبية من اصلاح المنظومة الضريبية لماذا ألجأ الى الاقتراض يعني وانحنا كمان من ضمن يعني اهدفنا ان احنا نقلل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي احنا انخفضت لـ 80% تقريبا قد 106% اه انخفضت وصلنا تقريبا ما يقارب الـ 80% وانت برضو نسبة عالية انت عايز تخفضها بس مش عشان احنا خفضنا الدين احنا عشان ناتج المحلي الاجمالي زاد يعني اتنين يعني جزء منها انت سددت جزء من ديونك وطبعا الناتج المحلي الاجمالي ما هو دايما انت الارقام بتربطها بيعني برقم معين انت ممكن ممكن الدين نفسه يزيد انما نسبته للناتج المحلي الاجمالي تقل فده يبقى ميزة انت انت دايما اربط اما تيتكلم على ارقام حصيلة ضربية مثلا نتكلم على حصيلة ضربية ما هو بالتأكيد كل السنة الحصيلة الضربية هتزيد عن السنة اللي قبلها صحيح إنما نسبتها للنتج المحلي الإجمالي ممكن تقل فيبقى ده مش إنجاز نفس الحكاية الدين نفسه ممكن يزيد كرقم إنما ممكن كنسبة للنتج المحلي الإجمالي يقل هو ده الإنجاز فأنت تربطها بالرقم السبب بقى إنه آه نتج المحلي الإجمالي ما هو يزيد بالتأكيد كل سنة طالما عندك معدلات نمو ودي حاجة جيدة وفي نفس الوقت أنت بتسدد جزء من الديون وبالحاجات الكويسة أنك بتعملها كمان إن أنت بتوعي يعني بنشتغل على أنك تعيد جدولة الديون بحيث أن أنت بتحولها من ديون حالة وقصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل فده طبعا بيقلل والتتل نازل في حاجة أخيرة عايز تختب بيها في حول مقالك أو وجهة نظرة لا أنا يعني أنا أعتقد شرحت إلى حد ما المطلوب أنا بس فكرة الوعي الضريبي أنا يعني مهتم جدا إن الناس يبقى عندها وعي ضريبي هي حق الدولة وحق المواطن في الإنفاق على يعني كل ما يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين نتمنى أن يبقى فيه وعي ضريبي أكتر أنا بحاول أن أنا عن طريق على اليوتيوب بعمل حلقات عن التوعية الضريبية عن حقوق وواجبات الممولين بحيث الناس توعى بحقوقهم أتمنى أنه يعني يبقى فيه استمرار لفكرة الوعي الضريبي عند كل المواطنين في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم الأستاذ عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية شكرا جزيلا لحضرتك حلقة انتهت معاكم بكرة حلقة جديدة إن شاء الله من المصر فاندستان نونة ساعة 8 بالليل السلام عليكم